السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اليوم بس في عنا شرح مهم كثير لدائرة كاشف المعادن دائرة كهربائية لجازة كاشف عن المعادن طبعا هذا الشرح قدم لجدء منه في المرات السابقة بس لانه في اسئلة كثير عن هذا الموضوع حبيت اشرحه بطريقة يعني بسيطة وسهلة جدا زي ما انتم عارفين بالشرح الدوار الالكتروني الكاشف عن المعادن اللي هي الكويل الاول اللي هو الملف الاول هون بنحط الملف الكبير لو خربطناهم الملف الكبير والملف الغير ما في مشكلة بيشتغل الجهاز عادي الان عنا نحكي عن البدائل زي ما انتم شايفين الترانزيستور طبعا الدائرة موجودة بقناتنا على الواتساب راح اثبته باول تعليق تعليق مثبت في هذا الفيديو ان شاء الله رابط قناة الواتساب بتقدروا تشوفوها وموجودة دائما ان شاء الله بتضل على القناة الترانزيستور بدائل الترانزيستور اللي الترانزيستور عننا بي سي خمسمية وسبعة واربعين البدائل ممكن بي سي خمسمية وثمانية واربعين بي سي خمسة خمسة زيرو عنا في اثنين ان ثلاث تسعمية واربعة في عنا اثنين ان خمسة خمسة واحد وفي عنا ايضا السي ثمنتاش خمسة عش الان المكثف الزغير زي من شافينه اللي هو رقمه مئة واربعة قيمته مية نانو لو استبدلنا بمئة وثلاث اول اربع مكثفات على شمال لو استبدلناهم بمئة وثلاث اللي هو عاشرة نانو ما في مشكلة بيشتر الجهاز عادي بس مئة واربعة اهدى الان الاصح يعني عشان الاستقرار مئة واربعة لكن عشان القيمة الافضل ربما مئة وثلاث اه للمدى الان بكثير يسألوني عن موج بالدائرة اخوان موج بالدائرة على الخط فوق مكتوب موج بالدائرة شايفين على الخط الاحمر هاي اللي البطارية هون توضع اللي هي 12 فولت الى 9 فولت بيشتغل الجهاز بشكل ممتاز جدا اه سالب الدائرة زي ما انتوا شايفين تحت الان اه خلينا ناخذ اه نظرة عن اه 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 ملفات اه اخواني الكرام اه 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 طوله اه متر وعرضه 55 سانتي بيجيب اكثر من مترين امق اكثر من مترين اه الملف صغير زي ما انتم شايفينه اللي هو قدامكم بالشاشة الاصبع الغراء اللي هو حجمه يعني تقريبا 5 سانتي في قطر 1 سانتي بنلف عليه تقريبا 120 لفة لكن معايرة الملف الصغير معي كبير مهمة جدا بتشوفوها في فيديو خاص اللي هو بقناة الواتساب ياريت شوفوا الفيديو لصنع الملف الصغير أفضل ما بتصنعوا بسرعة على عاتقكم يعني اصنعوا الفيديو بناء على عفوا نصنعوا الملف الصغير بناء على رؤيتكم للفيديو حبيت انوها ايضا كثير بسألوني عن المقاومة 2.2 ميجا هاي المقاومة اللي ما بيجيب مقاومتين على التوالي يربطهم مقاومتين قيمة كل واحدة 1 ميجا بتمشي الحال 1 ميجا مقاومتين على التوالي يربطهم او على التسلسل زي ما يحكوا اخوانا بسوريا بمشي الحال المقاومة 39 كيلو اللي شايفينها في حبتين زي ما انتم شايفين قدامكم ربما الكتابة مش واضحة حون عندي بالفيديو القيم لكن بصور الواتساب واضحة جدا بإمكانكم تروح تشوفوها هاي المقاومة 39 كيلو ممكن استبدلها ب 47 كيلو اوم وبيمشي الحال اذا 39 كيلو ممكن استبدلها ب 47 كيلو وان شاء الله تعالى بمشي الحال المعايرة مش سهلة للجهاز يعني بدك شوي شوي دايما بيسألوني انه ليش يعني في مشكلة بالتشغيل بتكون اما بالمعايرة وهي اكثر اشي بالمعايرة للجهاز او البطارية يعني البطارية طبعا احنا قلنا من الاساس اذا بدنا نعرف ان الجهاز شغال ولا لا بنلامس سلكين اي سلكين رايحات على اي ملف من هذول الخضر القدام لو لمسناهم بدون ما نحط الملفات لمسناهم البعض بتطلع تكة بالسماعة اذا طلعت التكة الجهاز شغال لكن اذا ما طلعت تكة معناته الجهاز في مشكلة الان اذا طلعت تكة لكن برضو صوت الملفات ما طلع صوت الصفير الملف ما طلع شو اللي المشكلة بتكون البطارية عالاغلب بتكون البطارية بلازم استبدال البطارية ببطارية جديدة حتى لو قصها على الافو ميتر بتعطيك تسع فول لكن هي بس الشغل الجهاز بتضعف الانبير تاعها ينزل فبالتالي لازم استبدالها حتى يشتغل الملف بشكل صحيح صحيح اخوان الكرام يعني الملفات اللي عنا ترانزيستورات عددها ستة السماعة اي سماعة متوفرة عندك بيمشى الحال ان شاء الله تعالى اني اكون غطيت الافكار اللي بدي احكي عنها اليوم الملف القطبي عنا ميتين وعشرين مايكرو فراد لكن ممكن نحط 470 مايكرو فراد ويشتغل الجهاز عادي ان شاء الله تشاركونا بالعجاب بالفيديو بنشر هذا الفيديو على قنوات الواتساب على الجروبات الفيسبوك على او بشاركونا بالانضمام لقناتنا ويريد تابعونا دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته